شددت وزيرة البيئة ياسمين فؤاد على أهمية توعية المواطنين بمفهوم التنمية المستدامة وكيفية تطبيقه من خلال الممارسات اليومية وتأسيس النشأ عليها وخلال لقائها المنصقاء المقيمة للأمم المتحدة إيلينا بانوفا والممثل المقيم للأمم المتحدة كاستشاري الدولي في مجال التنمية أنطونيو فيجالانتي أشارت فؤاد إلى تجربة الوزارة في قرية صفت تراب لتحويلها لقرية المستدامة كنموذج تجريبي ضمن المبادرة الرئاسية حياة كريمة وشددت على أهمية دمج المجتمع المحلي كشريك في مشروعات المناخ وتدريبه على الإدارة المستدامة للموارد الطبيعية من جانبها أكدت المنصقاء المقيمة للأمم المتحدة سعية المنظمة للاستفادة من الخبراء للوصول لأنسب الطرق لمواكبة احتياجات الدول وطبيعتها ومنها التعاون مع مصر في تنفيذ مبادرة حياة كريمة هذا وأشهد فيجالانتي بالمشروع التجريبي لوزارة البيئة بصفت تراب مطالبا بتكرار التجربة بقرى أخرى وعلى نطاق أوسع